خلف الصراع العسكري في محافظة نينوى تدور صراعات سياسية كثيرة سيكون لها تأثير سلبي على سير المعارك ومستقبل مدينة الموصل بعد طرد مسلحي داعش أبرز تلك الصراعات تدور حول ما يعرف بسهل نينوى المتنازع عليه بين الكرد والعرب هذا السهل يضم ثلاثة أقضية استراتيجية هي الحمدانية والشيخان وتلكيف ولها حدود مشتركة مع نينوى وأربيل وادهوك تتعدد قوميات هذا السهل حيث يسكنه العرب والكرد والتركمان والشبك وغالبية سكانه يتكلمون الكردية فضلا عن العربية تحركات سياسية تهدف لإلحاق سهل نينوى بإقليم كردستان فقد كشف النائب عن مكون الشبك سالم جمعة أن عددا من قيادات الشبك عازمة على إجراء استفتاء شعبية يهدف الاقتطاع سهل نينوى إداريا عن المحافظة وتحويله إلى محافظة مستقلة تابعة إلى إقليم كردستان وهو الأمر الذي رفضه ممثل المكون نفسه في البرلمان النائب حنين القدو بسبب ما وصفها محاولات لفرض الهوية الكردية على مكون الشبك صراع آخر سياسي هو ما يدور حول من يتولى السلطة في نينوى بعد استعادتها حيث تحركات سياسية لإقالة المحافظة الحالي نوفا للعاكوب من منصبه الخلافات في الأوساط السياسية الموصلية تعكس تنافسا بين تيارين يمثل أحدهما المحافظة الحالية والآخر تيار متحدون صاحب أعلى نفوذ سياسي في المدينة والذي يتزعمه أسام النجيفي شقيق المحافظ السابق أثيل النجيفي وفي ظل الصراع السني يرجح مراقبون أن يستفيد الأكراد بما لديهم من قوة لفرض واقع على الأرض ليصعب تغييره مستقبلا كما حدث في مناطق أخرى